نروح لأخبار نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك حصل على وعد في الساعات الأخيرة من أحد رجال الأعمال الزمالكوية قال له هجيب لك عقد إعلاني ضخم يتضمن ظهورك في أكثر من إعلان عشان يبقى فيه ترضية مالية لللاعب وعشان يقفل كمان طريق رحيله عن الفريق في الصيف الحالي تعرفين برضو أن الشباب السعودي ما زال في الصورة ما زال نفس القصة كنت أقول لك على محمد صداح الشباب لسه بيضغط ولسه بيحاول في قصة زيزو وإحنا لسه فاضل ساعات على غلق الانتقالات بس الأقرب أن زيزو يكمل مع نادي الزمالك الأقرب بنسبة أكبر من رحيله إلى الشباب السعودي نادي الزمالك طلب من اتحاد الكرة في الساعات اللي فاتت أنه ياخد 30 مليون جنيه 30 مليون جنيه بتوقعي بقى أحكي لك أنا قصة 30 مليون جنيه اللوقتي الزمالك اتحاد الكرة الدوني 30 مليون جنيه أنا محتاج 30 مليون جنيه عن الفترة اللي فاتت كان فيه فلوس خدها الزمالك من مشاركة سيفيك جزيري مع المنتخب التونسي في كأس العالم وكمان فلوس أو باقي مستحقات مصطفى فتحي من نادي التعاون الفلوس دي تحولت على حساب أو تحولت مباشرة على اتحاد الكرة 600 ألف دولار الزمالك عايز اتحاد الكرة يسيبهم له أنا محتاجهم أنا عندي ظروف صعبة عشان اتحاد الكرة بيعجز على الأموال ديت أو بيعخد الفلوس ديت عشان برضو اتحاد الكرة له مستحقات عند نادي الزمالك فالزمالك بيقول له لا ادهم لي عشان الوقت عندي رواية مموظفين وعندي مستحقات لعبين وعندي تفاصيل كثيرة فادهم لي ببساطة كده يعني أمشي بيهم حالي وبعد كده صاف أنا وانت هيحصل إيه بقى الله وعلم كابتل عبد الراحل السيد مدير الكرة بنادي الزمالك تهدئت لعبي الفريق بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية قال لهم انه ان شاء الله قبل المباراة القادمة المباراة الأفريقية القادمة هيتم صرف جزء من مستحقاتكم قبل ما نسافر تنزانيا عشان نواجه أرطا سولار الجيبوتي في زهاب دول 32 ببطولة الكون فيدرالية اللاعبين ليهم مقدمات عقود الموسم الحالي ومستحقات متأخرة عن الموسم الماضي وكالعادة زي ما بنقول كل يوم الله يكون فهون اي حد بيشتغل في نادي الزمالك دلوقتي مفهوض يحل كل المشاكل دي طيب نادي الزمالك في الساعات اللي فات عشان ما يخشش في مشكلة جديدة تواصل مع المحكمة الرياضية الدولية عشان يتأكد من وصول رسوم لاستئناف الخاصة بقضية اللاعب المغربي خالد بطيب نادي كان أرسل خلال أيام الأخيرة مبلغ 25 ألف فرنك دي رسوم لاستئناف على الحكم الصادر بتغريب نادي الزمالك 3 مليون دولار لصالح المهاجم المغربي يعني الزمالك لما كانتش دفع على 25 ألف فرنك دول شارت 3 مليون رسمي 3 مليون دولار عشان الاستئناف ياخد مجرى يعني خان كلوس وسوري المدير الفني لنادي الزمالك في التدريبات الأخيرة للفريق قرر أنه يوظف يوسف أوباما في مركز جديد قديم يعني هو جربه في مركز المهاجم الصريح لو تفتكروا زمان أوباما كان بيلعب في المركز ده زمان بقى كان بقى يلعب عشرة ممكن يلعب جناع حيانا كان بيلعب بكرايت فالمهاجم ده كان في بدايات أوباما كان بيلعبها فهو الراجل عايز يجربه تاني في مركز المهاجم عشان يعوض شوية النقص العادي تحديدا فيه الخط الهجومي للفريق وهو الراجل مقتنع تماما بأوباما وشايفه مستقبل لهجوم الفريق في الموسم اللي جاي ده بالنسبة ليه أوباما عمر السيسي وعبدالله جمعة بيخضع للتأهيل في الوقت الحالي خلال معسكر إعداد الفريق عشان يبقوا جاهزين مع بداية الموسم والتدريبات بالمناسبة كمان شاهدت عودة اللاعب مصطفى الشلبي إلى الفريق والمشاركة في التدريبات الجماعية وخلاص يبقى كده قائمة إصابات الزمان يبقى شفيها غير الوينش ربنا يا رب يشفيه ويعافيه وعمر السيسي وعبدالله جمعة اللي بيقوموا بعملية التأهيل في الفترة الحالية موسيقى